السلام عليكم متابعين الكرام اهلا بكم في قناتنا الاخبارية انهالت العروض الاحترافية على الدول المغرب مهدي بن عاطية لاعب يوفينتوسا الايطالية من قبل العديد من الاندية الراغبة في ظمه خلال الانتقالات الشتوية الحالية بعد علمها برغبة الكابتانو بمعية وكيل اعماله في ايجاد صيغة للرحيل واقناع السيدة العجوز بالانتقال الى فريق اخر واصبح مستقبل قائد المنتخب الوطن المغربي اكثر غموضا بعدما ابدا رغبته في الخروج من ناديه خلال الانتقالات الشتوية الحالية بغية الضفر بدقائق لعب اكثر لا سيما ان ذلك لم يعد متحا في فريقه الحالية بسبب تفضيل الايطالي مصيميليانو اليجري مدرب اليوفي لثنائية بونوتشي وجورجيو كيليني في قلبي الدفاع وحسب مصادر صحفية توتو ميركاتو الايطالية المختصة في اخبار الانتقالات فان بنعاتية تلقى ازيد من خمسة عروض من القارتين الاسيوية والاوروبية من قبل اندية ترغب في ضمه من بينها نادي الاتحاد السعودية وتجديد مرسيليا لرغبته في التعاقد مع اللعب بالاضافة الى مجموعة من الاندية الصينية ورغم ان ادارة الدحيل القطري نفت التقارير التي ربطت مستقبل بنعاتية بفريقها فقد شارت مصادر اوروبية وعربية الى استعداد المكتب المسيل للفريق القطري لتقديم خمسة وعشرون مليون اورو لفريق يوفينتوس من اجل السماح لبنعاتية بالرحيل وضمه الى دور نجوم قطر وحسب المصادر دائما فقد ركزت الاندية سالفة الذكر على اغراء مدافع الاسد بتقديم عروض مالية مهمة له تتعلق بمنحة التوقيع واراتب يضعف ما يحصل عليه رفقة اليوفي بالاضافة الى الحوافز المالية التي سيتضمنها عقده الجديد واطفى اسم فريق مرسيليا الفرنسي على السطح من جديد بعدما توجه اللعب سالف الذكر الى فرنسا دون تحديد الاسباب وهو ما فتح باب التكهنات حول قرب انتقاله الى فريق الجنوب الفرنسية الراغب بدوره في الاستفادة من خدمته بعد محاولة الاسباني اندوني زوبيزاريطا المدير الرياضي لأو ايم في الضفر ببطاقة اللاعب وسبق لاندية بوروسيا دورتموند وشلق من الماليا وارسنال وفلهم من الدور الانجليزي وانتر ميلان وجاره ايس ميلان من ايطاليا ان ابدت رغبتها جميعا في الاستفادة من خدمات بن عاطية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ومحاولة استغلال رغبته بالخروج من فريقه الحالية رغم تشبث المدرب الريغري بخدمته كان معكم في تقديم هذه الحلقة مصطفى الدزي دمتم في حفظ الله ورعايته الى اللقاء شكرا المتابعين الكرام الى كانت اول مرة شاهدت الفيديو هادينا المرجو الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك شكرا لكم